أهلا بكم ما حدد اتلاف سائرون ثلاثة مسارات أمام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة يتمثل المسار الأول في أن يختار رئيس الوزراء المكلف يختار وزراءه لوحده من دون أي تدخل من أي كتلة برلمانية أو أي حزب سياسي فيتحمل مسؤولية خياره ويمنح الفرصة كاملة لتحقيق ما عجزت عنه الحكومات السابقة على مستوى التصدي الحقيقي للفساد وعلى مستوى تأمين الأمن والخدمات للمواطنين أما المسار الثاني الذي تتحكم فيه الكتل السياسية وتفرض إرادتها من خلال ترشيح أسماء تتسنم المواقع الوزارية وفقاً للمحاصصة وسياقاتها وينتج عن ذلك حكومة كسابقاتها عاجزة عن الإصلاح أو الإعمار أما المسار الثالث فهو توافق بين المسارين حيث يمنح للكتل السياسية الراغبة في الإسهام في الحكومة حق ترشيح عدد من الأسماء لشغل المناصب فيعطي الحق المطلق لرئيس الوزراء في اختيار الإسم المناسب حسب خبرته لتحقيق التوازن بين القوى في الوقت الراحل إجماع الكتل السياسية التي قدمت أكثر من ورقة لترشيح عادل عبد المهدي بالإضافة إلى مباركة المرجعية لهذا الترشيح والمقبولية التي يتمتع بها إقليمياً ودولياً جميعها أسباب ستساهم في مساعدة رئيس الوزراء المكلف في إنجاز أول وأكبر مهامه وهي تقديم كابينة حكومية قادرة على خدمة العراقي والعراقيين